بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أداس الثاني والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة من البرنامج نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم انتهى بنا لقاء الحلقة الماضية فضيلة الشيخ إلى حديثكم الكريم عن مقدمات في العذر الثالث من الأعذار وهو الحديث عن صلاة الخوف وبينتم بإفاظة جليلة أخذ الحذر من العدو وأن الإشارة إلى الحذر منه في الصلاة دليل على أن يحذر المسلمين عدوهم في كل حال فتفضلوا في صدر هذه الحلقة في الحديث عن قول المؤلف رحمه الله فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الآية الثانية في صلاة الخوف قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فدل على أن الصلاة لا تسقط في حالة الخوف ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته وحسب ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة فقوله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة يعني أن صلاة الخوف وردت فيها أحاديث كثيرة كل حديث يتضمن صفة غير الصفة التي في الحديث الآخر وليس هذا من باب التعارض وإنما هذا من باب اختلاف الأحوال اختلاف أحوال المسلمين مع عدوهم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل صلاة الخوف بصورة واحدة فقط وإنما عدد صورها بحسب الاحتمالات وحسب أحوال المسلمين مع عدوهم ولهذا يقول صحت يعني صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت في أحاديث صحيحة بصفات كلها جائزة بحسب الأحوال وليست هذه الصفات متعارضة وهذه العبارة هي عبارة الإمام أحمد رحمه الله فإنه يقول صحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وحديث سهل أحب إلي وهو الذي سيأتي من بيانه نعم قال رحمه الله يستحب أن يحمل معه في صلاةها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه هذه الصفات التي كلها جائزة بيانها كالتالي حسب الإمكان أو ما يسمح به الوقت فإنها تبلغ إلى ست صفات أو سبع صفات ولكن أشهرها الصفة الواردة في حديث سهل بن أبي حثمة الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله أنا أختاره وذلك أنه إذا كان العدو في غير جهة القبلة إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم أصحابه قسمين قسم يواجهون العدو ويترقبون تحركاته يرصدون تحركاته وقسم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الركعة الأولى فيصلي بهم ركعة عليه الصلاة والسلام فإذا فإذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم وصلوا أضاف ركعة ثانية إلى الركعة التي أدركوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا من الصلاة وذهبوا مكان الحراسة وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية حتى تأتي الطائفة التي كانت في الحراسة في الركعة الأولى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية ثم يجلس للتشاهد عليه الصلاة والسلام وينتظر حتى يتموا لأنفسهم ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام وهذا من العدل تكون طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة وأتمت لنفسها طائفة الثانية فادتها تكبيرة الإحرام لكن أدركت السلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من العدل بين أصحابه وأيضا فيه ضمان لترقب أحوال العدو وهذا من السياسة العسكرية الدقيقة التي لا يستطيع البشر أن يتفطنوا لها ولكنها تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة أما إذا كان العدو في جهة القبلة يعني بينهم وبين القبلة فإن الإمام يصلي بهم جميعا يدخلون في الصلاة جميعا ويراقبون العدو لأنه أمامهم ويركع الإمام ويركعون جميعا وهم يراقبون العدو ثم إذا سجد الإمام يسجد الصف المقدم معه ويبقى الصف المؤخر يرقب العدو يرقب العدو ثم إذا قام إذا قام الإمام للركعة الثانية سجد الذين كانوا من الخلف سجد الذين كانوا من الخلف وأتموا الركعة الأولى ثم تقدموا مع الإمام وتأخر الصف الأول في موضع الحراسة يرقبون أحوال العدو ثم ركعوا جميعا قاموا جميعا وركعوا جميعا فإذا سجدوا سجد الصف المقدم الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وبقي الصف المؤخر الذي كان مقدما في الأولى يرقب العدو فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه الصف الأول ينظرون العدو سجد الذين في الخلف ثم سلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام سلم بهم جميعا جميعا لأنهم صلوا معه الركعتين جميعا وإنما حصل الترتيب في السجود فقط لأنهم لو سجدوا جميعا لنقضى عليهم العدو ودى الذين كفروا ويتغفلون عن أسلحاتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فهذا من أجل الدقة في الحراسة وأداء العبادة على الوجه المشروع والحمد لله الحمد لله عن هذا يا شيخ بما يؤكد بوضوح ثبوت صلاة الجماعة لا شك هذا يدل على تأكد الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال ويدل كما تفضلت وكما أشرنا سابقا نعم على وجوب صلاة الجماعة لأنها لو سقط لأنها لو كانت سنات الجماعة صلاة الجماعة سنة كما يقوله من يقوله لسقطت في هذه الحالة لا شك فدل على أنها فرض وليست بسنة بدليل أنه تسومح في الصلاة في سقوط واجبات وأركان وحركات ولم يتسامح في ترك الجماعة فدل على وجوب صلاة الجماعة في حالة الخوف ففي حالة الأمن من باب أولى من باب أولى الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صفى بطائفة أنه صلى الله عليه وسلم صفى بطائفة ثم صلى بهم ركعة صلى بهم ركعة ثم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين صلى بطائفة ركعتين وطائفة تحرس العدو فلما سلم جاءت الطائفة التي تحرس وصلى بهم ركعتين فتكون في حقه صلى الله عليه وسلم الأولى فريضة والثانية نافلة تكون الثانية في حقه صلى الله عليه وسلم نافلة وليحصلوا على شرف صلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم نعم هذه من الصفات أيضا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فحمل السلاح لأجل الحلر من العدو وإن كان فيه حركة وإن كان فيه فهذا للحاجة تسامح فيه للحاجة يحمل معه ما يدفع في صلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله أما إذا كان السلاح ثقيلا يشغله عن الصلاة ويشق عليه حمله فإنه لا يحمله وإنما يأخذ سلاح يدوي كالسيف ونحوه من الأسلحة الخفيفة أو البندقية أو الشيء الذي يمكن حمله بسهولة أو القنبلة اليدوية أما الشيء الثقيل فهذا يشغله عن صلاته ولما رأى المشركون هذا النظام العجيب تعجبوا من هذه الصلاة وكانوا من قبل يتوعدون المسلمين فيما بينهم ويقولون اصبروا يجيهم صلاة أحب إليهم من الدنيا وما فيها وحينئذ تدركون حاجتكم فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف فصلوا صلاة الخوف بهذه الصفة الدقيقة والعدو ينظر إليهم فتعجبوا من ذلك نعم حفابكم الله ونفع بعلمكم قال رحمه الله بابه صلاة الجمعة نعم صلاة الجمعة وصلاة الجمعة صلاة عظيمة في الإسلام ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة أو ما طلعت الشمس على أفضل من يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه يعني ساعة الإجابة فهذا اليوم فيه فضاء العظيمة من الله تعالى به على المسلمين وجعله يتكرر عليهم كل أسبوع لأجل أن يغنموا ما فيه من الخير وما فيه من الفضائل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد خصائص يوم الجمعة فبلغت أكثر من أربعين خصيصة لهذا اليوم العظيم وفرض الله فيه صلاة الجمعة فرض الله فيه صلاة الجمعة وهي فرض الوقت وليست بدلا من الظهر وقد أوجب الله حضورها وتوعد من تخلف عنها من غير عذر قال صلى الله عليه وسلم لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختم الله على قلوبهم ثم ليكون من الغافلين نعم حسن الله قال رحمه الله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هذا شروط وجوب صلاة الجمعة قال تلزم يعني وليست سنها ومستحبة فقط بل هي فريضة على كل مسلم كل ذكر يخرج بذلك المرأة ليس عليها جمعة وسيأتي إذا حضرتها سيأتي ذكر ذلك فالجمعة لا تجب على المرأة وإنما تجب على الرجال حر الشرط الثاني أن يكون حرا يخرج بذلك المملوك لأن المملوك منافعه لسيده وهو محجور على محجورة منافعه لسيده فخفف الله عنه ولم يوجب عليه صلاة الجمعة من باب التخفيف عليه الشرط الثالث أن يكون مكلفا يخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ الحلم ويخرج بذلك المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنايم حتى يستيقل فهذا معنى المكلف المكلف هو البالغ العاقل هو البالغ العاقل فإن اختل شرط لم يكن مكلفا إن اختل شرط البلوغ لم يكن مكلفا فلا تجب على الصغير وإن اختل شرط العاقل لم يكن مكلفا أيضا لأن غير العاقل مرفوع عنه القلم نعم الذكر حر مكلف هذه أربعة والخامس أن يكون مسلما فالكافر لا تجب عليه الجمعة ولا سائر العبادات بمعنى أنه لا يطالب بها مداما كافرا حتى يتوب إلى الله عز وجل وبمعنى أنه لو صلى وهو كافر إنها لا تجزي ولا تصح منه لو صلى وهو كافر ثم أسلم في الوقت لو صلى وهو كافر ثم أسلم في الوقت فإن صلاته الأولى لا تصح لأنه أداها وهو كافر الشرط السادس أن يكون مستوطنا أي مقيما ببناء مقيما ببناء استيطانا دائما فإن كان نازلا في مكان نزولا عارضا ثم يرتحل منه فإنها لا فإنه لا تصح منه صلاة الجمعة ولا تجب عليه لأن من شرط الجمعة الاستيطام فلذلك لا تجب الجمعة على البوادي وإن كانوا يقيمون في المكان ستة أشهر أو أكثر لأنهم غير مستوطنين وهم يتبعون الكلأ والرعي ويضعنون وكانت القبائل موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة ولم يأمرهم بإقامة صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مستوطن ويكون الاستيطان بما جرت العادة به من البناء بناء بالطين بناء بالمسلح بناء بالحجارة بناء بالعشاش أو بالصنادق ما جرت العادة بالبناء في هذا المكان بأن يتخذ مسكنا دائما مسكنا مستديما اسمه واحد كالبلد اسمه واحد ولو تفرق البناء ما دام أن الاسم واحد ما دام أن الاسم واحد اسم بلد واحد كمثلا الخرج أو الرياض أو اسمه كله الرياض أو اسمه كله الخرج ولو كان حارات ولو كان حارات متفرقة فإنها فإنهم يجب عليهم جميعا صلاة الجمعة أما إذا تفرق البناء كل محل هسم فالأ لكل محل حكمه لكل محل حكمه نعم أحسن الله والشرط الأخير من شروط الوجوب أن لا يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ يعني بحيث يسمع النداء بالصوت المجرد فإذا كان يسمع النداء بالصوت المجرد وجب عليه حضور صلاة الجمعة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأوجب حضور صلاة الجمعة على من يسمع النداء أما من لا يسمعه لبعد المسافة كالذي يكون حول البلد بعيدا ولا يسمع النداء هذا لا تجب عليه الجمعة نعم أما المسافة القريبة إذا كان قريبا من البنيان ويسمع النداء فهذا يلزمه صلاة الجمعة مع المسلمين نعم الفرصخ كم تقديره بالبعد الفرصخ الفرصخ ثلاث تميال والميل ألف بوع نعم أحسن الله إليكم قال ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة هؤلاء الذين لما ذكر من تجب عليهم الجمعة بين الذين لا تجب عليهم الجمعة فقال لا تجب على مسافر سفر قصر مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما ذكر عنه أنه أقام صلاة الجمعة فدل على أن المسافر ليس عليه جمعة أما إذا كان سفره دون مسافة القصر يعني دون ثمانين كيلو فإنها تجب عليه صلاة الجمعة في أقرب مسجد إليه لأنه في حكم المقيم نعم ولا عبد هو المملوك كما سبق لأنه منافعه محصورة لسيده فإذا أوجب عليه حضور صلاة الجمعة فوت ذلك على سيده منافعه ولا تجب على امرأة لا تجب الجمعة على المرأة وإنما هي تجب على الرجال كما سبق وذلك تخفيفا عنها المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله ما ساجد الله وبيوتهن خير لهن صلاة المرأة في بيتها بل في الحجرة الخاصة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد الذي هو بيت من بيوت الله وذلك لأجل صيانتها وبعدها عن الفتنة قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقل من حضرها من هؤلاء الذين لا تجب عليهم حضرها المسافر حضرها العبد حضرتها المرأة فإنها تجزيه عن صلاة الظهر تجزيهم عن صلاة عن صلاة الظهر فيصلونها مع المسلمين وتجزيهم عن صلاة الظهر لكنها لم تجب عليهم في الأول لكن إذا حضرها فإنهم يصلون مع المسلمين وتجزيهم عن صلاة الظهر وإلا ففرضهم الظهر نعم قال ومن حضرها منهم أجزأته يعني عن صلاة الظهر ولم تنعقد به ولم يصح أن يأم فيها لم تنعقد به بمعنى أنه لا يكمل العدد المشترط لصلاة لوجوب صلاة الجمعة وهو الأربعون كما يأتي على القول بذلك عند أهل العلم أنه يشترط حضور أربعين لا يكون منهم مسافر ولا يكون منهم عبد ولا يكون منهم أمرأة أمرأة بل يكون العدد أربعين من غيرهم ممن تجب عليهم صلاة الجمعة بالشروط التي سبقت في أول الباب نعم ولم يصح أن يأم فيها فهو يصليها مع العدد الكامل ومن باب المتابعة فقط وإلا هي لا تجب عليه قال ولم يصح أن يأم فيها المسافر سفر القصر لا يصح أن يأم في صلاة الجمعة لأنه غير مقيم والعبد كذلك لا يأم في صلاة الجمعة وأما المرأة فهذا الشيء معلوم لأن المرأة لا تأم الرجال وأما المسافر سفر القصر والعبد ففي عدم صحة إمامته فيها نظر والصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يأم فيها لأنها إذا صحت منه صحت إمامته بها نعم ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به أما من تأخر عن صلاة الجمعة لعذر لعذر يبيح له التأخر كالمريض كالمريض مثلا فإن المريض كما سبق يعذر في ترك الجمعة وترك الجماعة لكن لو حضر فإنه فإنه يجب عليه أن يصليها لأنه خفف عنه الحضور لأجل المرض فإذا حضر زال العذر إذا حضر زال العذر زال العذر والحكم يدور مع علته وانعقدت به يعني إنه يكمل العدد فلو كانوا مثلاً تسع وثلاثين وجاء المريض وصار معهم تكمل به العدد وصاروا أربعين وجبت عليهم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن صل الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح فرض اليوم فرض يوم الجمعة هو الجمعة في حق من تتوفر فيه الشروط الشروط السابقة فلو تستعجل صلى الظهر وهو يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح منه لم تصح منه صلاة الظهر لأن صلاة الظهر بدلاً عن الجمعة إذا فاتت صلاة الظهر تكون بدلاً عن صلاة الظهر إذا فاتت وما دامت لم تصلى فإنها لم تفت صلاة الجمعة يجب عليه أن يذهب ويصلي الجمعة نعم وتصح ممن لا تجب عليه أما من لا تجب عليه كالمرأة والعبد والمسافر فيجوز أن يصلي الظهر قبل ولو لم يصلي الناس الجمعة يجوز له لأن هذا هو فرضه فيجوز ولا تجب عليه حضور الجمعة فيجوز أن يصلي الظهر ولا يرتبط بجماعة الجمعة والمساجد وقت الظهر يوم الجمعة لا يقول أن ما لم صلنا الظهر لما يصلون الناس الجمعة نقول ما دام دخل الوقت وقت الظهر وقت الظهر جاز لك أن تصلي المريض والمسافر والمرأة والعبد إذا دخل الوقت يجوز لهم أن يصلوا الظهر ولو كانت الجمعة لم تصل بعد لأنهم ليسوا من أهلها نعم والأفضل حتى يصلي الإمام أحوط يعني إذا تأخروا هؤلاء تأخروا حتى يصلي الإمام ويكونوا تابعين لصلاة الإمام يكون هذا أفضل نعم ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوان هذا حكم السفر في يوم الجمعة إنسان تجب عليه صلاة الجمعة لتوفر الشروط فيها أراد أن يسافر يوم الجمعة ما الحكم في ذلك إن كان هذا قبل الزوال يعني سافر من الضحاء أو عند طلوع الشمس أو بعد الفجر فإنه يجوز ذلك مع الكراهة يجوز ذلك مع الكراهة إلا إن كان سيصليها في طريقة زالت الكراهة يعني في جمعة جمعة نعم أما إذا سافر بعد الزوال فإنه لا يجوز له يحرم عليه يحرم عليه السفر بعد الزوال حتى يصلي ولهذا قال وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي قال ولا يجوز ممن تلزمه يعني تلزمه صلاة الجمعة من الذين توفرت فيهم الشروط التي سبقت في أول الباب توفرت فيهم شروط الوجوب هذا لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة حتى يصلي لكن إن كان السفر قبل الزوال فإنه يجوز مع الكراهة لأنه لم يدخل وقت الصلاة وإن كان السفر بعد الزوال فإنه لا يجوز له أن يسافر حتى يصلي لأنها وجبت عليه بدخول وقتها إلا إذا كان سيصليها في طريقه مع جامع آخر في طريقه فلا بأس بذلك نعم أحسن الله إليكم انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله هل لكم فضيلة الشيخ أن تختموا هذا الباب بحديث عن فضل البكور إليها والتحذير من التأخر عنها الواقع فيه كثيرون نعم ويوم الجمعة فيه فضائل عظيمة كما ذكرت أن ابن القيم رحمه الله أوصلها إلى أكثر من أربعين وقد صنف في هذا مصنفات في فضائل يوم الجمعة مثل كتاب اللمعة في فضائل الجمعة للإمام السيوطي وغيره هي مهمة جدا ومن أعظم فضائلها البكور تبكير إليها تبكير إليها من بعد طلوع الشمس أو من بعد طلوع الفجر فكل ما بكر الإنسان فذلك أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فانظر الفرق بين البيضة وبين البدنة فهذا تفاوت عظيم وكل ما بكر الإنسان لصلاة الجمعة فإنه أفضل ومع الأسف الآن أكثر الناس ما يأتون إلا بعد أن ينتهي الإمام من الخطبة وعند الإقامة أو بعد ما يفوت أول الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم إخوتنا المستمعين الكرام كان هذا نهاية ما سمح به لقاء هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان شكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ثم تقبلوا تحية زميني في هندسة الصوت ناصر الطحيني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة